في كل صناعة أفلام في العالم لازم يكون في ممثلين كتاب ومخرجين ومنتجين وفرق عمل بس أيضا عشان تكون صناعة صحية تتطور وتتعلم من أخطائها لازم يكون في أحد فاهم يلعب دور الناقض واليوم اتشرفت في قهوة فيلمر أني أشرب قهوة مع واحد أعتبره من أحد أهم النقاد في العالم العربي الكاتب والناقض الرهيب أحمد شوقي وقبل ما نبدأ مقابلتنا مع هذا الإنسان الرائع لازم أذكركم بأنه AMC أكبر مشغل لصالات السينما في العالم هم اللي ساعدونا أن نقدم لكم هذا المحتوى فشكرا لهم ولكم أهلا وسهلا بيك في قهوة فيلمر هذه السلسلة إحنا بنعملها في القناة من فترة ونستضيف فيها الناس اللي نحبهم ونحب شغلهم والآن بنعملها تزامنا مع مهرجان أفلام السعودية في دورة الثامنة اللي أنت بتعمله قليل من الناس بتعمله في الوطن العربي مش بس في السعودية فأنا هتكلم معاك عن النقد بشكل عام بس بتكلم برضو في البداية عن أحمد ومتى لو تقدر تتذكر معايا أول لحظة لمسيتك فيها السينما بشكل عام مش الكتابة اللي حسيت أنك أنت حبيت الفن ده أنا طول عمري بحثت اللي عندهم اللحظة دي بيقدروا يمسكوا بيها يعني داود عبدالسايد مثلا أنا عملت معايا أستاذ داود عبدالسايد طبعا لسه فايز مبارح بجائزة النيل الكبرى كنت عملت معاك تاب عبارة عن محاورات بيني وبينه فهو عنده لحظة بيتذكر فيها أنه راح مع واحد قريبه وكان بيشتغل في السينما فكان في الستوديو واقف استند على عمود من عواميد الستوديو وبيتفرج على المشهد فالعمود كان لسه لديهان حديث فانطبع على الهدوم اللي لبسها وبيقولوا كأن السينما انطبعت داخلي صورة شعرية جميلة جدا في اللحظة اللي حاب فيها السينما أنا بالنسبالي بقى ما عنديش أي لحظة من النوع ده خالص معكم ولا طمعة ولا 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 أي شيء أنا نشأت في بيت بيحب الأفلام بطبيعته والدي من وحنا صغيرين كان مش بس بيتفرج على الأفلام اللي بتيجي في التليفزيون ولكن كان عنده عضويات دايما في نوادي الفيديو فكان شيء طبيعي أن احنا كل يوم وفي الصيف كل يوم أبويا بيجيب شراية الحديثة وكان بيحب الأفلام الأجنبية أكتر من الأفلام العربية فأنا نشأت وده الطبيعي أن احنا بنشاهد الأفلام بشكل دوري ولكن احنا عيلتي مالاش أي علاقة بالسينما احنا عايشين في مدينة طنطة على بعد مئة كيلو متر من القاهرة والدي ضابط شرطة أمي مدرسة انجليزي ما كانش الموضوع في الأفق خالص وانا لما كنت في سنوية عامة وكان مطلوب مني أختار أدرس إيه ما كنتش حتى عندي قدرة أن أقول أن هدرس سينما أو أن هدرس إعلام أو كذا ما كنتش قدرة لا يرفض مثلا من الأحل أو أنت مش واعي؟ كنتش قدرة لا يرفض مثلا من الأحل أو أنت مش واعي؟ مش واعي إن كان عندي 13-14 سنة بيقولك تدخل أي جامعة تختار علمي أو أدبي وأنا كنت متفوق كنا جبت 99% في السنوية العامة فدرس صيد الله بالضبط صيد الله وخلال سنوات الدراسة بدأت بقى أفهم إن أنا بحب أعبر عن نفسي كنت طول عمري أنا صغير بكتب حاجات شخصية ولكن أنا بتكلم إن أنا كنت في الجامعة تخرجت 2006 في الفترة دي كانت النشاط المدونات كان لسه الناس بدأ الإنترنت والناس بتكتب آراءها وأفكارها وأنا عملت مدونة سينمائية ما معنى سينمائية؟ هنا الفكرة أنه كبر معاك حب أنت ما زلت بتشاهد حتى أو أنت بتدخل صيد الله ما زلت مشاهدتك دائما أنا بالمناسبة كان عندي مدونتين بدأتهم مع بعض واحدة عامة بكتب فيها أرأي في الحياة وفي السياسة وفي كذا وكل تآملات ويوميات واحدة سينمائية بس لقيت نفسي مستمتع أكتر بالكتابة في المدونة السينمائية وهي اللي أصبحت أنجح يعني وقتها كان فيه مدونين كتير شطرين ونجاحين وعندهم جماهيرية ويمكن عندهم قدرة أكبر على تحليل الأوضاع السياسية اللي كانت وقتها صاخبة جدا في مصر في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس مبارك وأنا اللي كنت من القلة القليلة اللي عاملة مدونة متخصرة السينما ومن اللحظة دي بدأت حيث أن أنا بستمتع بالكتابة عن أفلام قدر استمتاعي مشاهدتها ومن الوقت ده جالي أول عرض للكتابة بشكل رسمي أنت في الكتابة في المدونة كنت بتكتب نقداً ولا حتى ممكن بس إخباراً؟ لا لا نقداً نقداً حصرياً حتى عمر ما كان أخبار بالمناسبة عملت زيك عملت أفضل 25 فيلم أو 50 فيلم بحبهم ولما بوصت دلوقتي للقايمة بحيث أن أنا كنت بدائي جداً يعني شوفتش حاجات كتير معرفها شوفتت أفلام كتير دلوقتي أنا حتى ما بقتش قطيقة تفرج عليها بسوقتها كان هم دول أفضل أفلام أنا شوفتها في حياتي يعني والغريب أن الأمور دي بتلاقيها انتشرت جداً ونكحة جداً دلوقتي لو مبوص لها من بعد عشرين سنة بتقول إلا أنا كنت بقوله ده تتك تغير بالظبط تماماً أكتب في مجلة كانت بتصدر وقتها وكانت نكحة جداً اسمها جود نيوز سنة وكنت بالتوازي بدرس إعلامي أنا بعد ما خلطت السيدالة لتحقت بكلية إعلام إعلام خصوصة عشان تطور نفسك وعشان الحقيقة عشان أكون موجود في القاهرة عشان أضمن أن أنا باستمرار عندي سبب أن أكون موجود في القاهرة ومن 2009 وأنا لسه بدرس إعلام تفرقت تماماً للكتابة والعمل ما كانش ريسك ما كانش مخاطرة أنك تترك عمل بيديك راتب أخر الشهر عشان تتفرغ للكتابة كان موجزي ده الكتابة كانت موجزية نسبياً بس بالمقارنة بدخلك كصيدالي بتشغل في شركة أدوية وعندك دخل ثابت وعندك سيارة بتدفع الشركة بتدفع لك الإست بتاعها وعكذا ما كانش موجزي ولكن كان ضروري لأنه أنا كنت خلاص وصلت الأقصى لقطة التحمل أقدر أتحملها حتى أهلي ما كانش الموضوع بالنسبة لهم صعب كان بين أن أنا تعيس في حياتي ما لقيتش أي نوع من السعادة في العمل فيه وما لقيتش أي نوع من مقاومة خلاص قلت لهم أنا سبت الشغل تخنقت مع مديري سبت الشغل مش هدور على شغلي تاني في الصيدلة أنا هتفرغ لده لعله وعسى أنجح والحمد لله الأمور مش أبغى أسألك الولد اللي كان يحب السينما عجبل ما يدرس صيدة وبعدين بدأ الدراسة وما زال بيحب السينما عمره مفكرش يعمل سينما أنا درست كمان سينما في منحة في المعهد؟ لا في جزوية القاهرة لها جامعية النهضة العلمية والثقافية كانت ولا زالت يعني لزالت المدرسة مستمرة بس ما عرفش إذا كانت بنفس تأثير أو لا لكن وقتنا كانت هي أكتر منحة مستقلة بتدعم فكرة صناعة الأفلام الاندبندنت اللي بره المنظومة خل بالك احنا منتكلم عن وقت كان لزال طلبة المعهد بيتصورهم مشروعات تخرجهم على خام فيلم 2008 2009 2010 الفترة دي كان لسه فيه الصراع ما بين السينما الكلاسيكية اللي بيمثلها الفيلم الخام واللي بيمثلها معهد السينما ونقابة السينمائيين وكل المؤسسات الكلاسيكية وما بين الجيل الجديد اللي هو كان يعني العربين ليه في مصر إبراهيم البطوت أحمد عبدالله السيد المخرجين اللي بدأوا شريف البنداري المخرجين اللي تمردوا وقرروا يسواروا أفلام ديجيتال وقرروا يبقى ليه وجود مختلف لأفلام غير السينما التجارية السائدة اللي كانت وقتها في قمة كيرف الموجة الجديدة الموجة اللي بدأت سنة 98 محمد هينيدي بسعيدي في الجامعة الأمريكية وقبل واسمالية رايح جاي واللي غيرت الديناميكس بتاعت السينما احنا كنا بنعيش بقى الفترة بتاعت يعني شبابنا أو مراقتنا كان نجومية محمد هينيدي وعلى أولي الدين وإحمد السقة وهاني رمزي ومحمد ساعد طبعاً كان فيه صوت متمرد بيمثله الطيار ده واللي كانت مدرسته السينماية هي مدرسة الجزويت تدرس تصوير تدرس منتاج تدرس فيلميكينج فانت درست ده كله كله بس على منحة مودتها سنة وانا يعني من حسن أو سوق حظي ان احنا الدفعة اللي حصلت خلالها حصلت خلالها الربيع العربي فالسنة بتاعتنا بقت قرب السنتين على ما تخرجنا بسبب الأحداث السياسية اللي كانت في مصر وده كان بالتوازن أنا كنت بشتغل فعلاً يعني أنا بتكلم 2011-2012 أنا كنت بشتغل ومنتظم في شغدي يعني وبتكتب وبكتب وبنشر وعندي برامج طيب ليه ما كان عندك شغف انك تكمل في الصناعة؟ بوس أنا في 2012 عملت أخر أنا عملت أربع أو خمس أفلام قصيرة أخرهم فيلم وثائقي اسمه ذات مكان عن وسط البلد في القاهرة أو تحديداً عن كاتب الله يرحمه مكاوي سعيد اللي عمل كتاب مشهور قوي اسمه مقتنات وسط البلد خلال صناعة الفيلم ده أدركت أني على الأقل في المرحلة اللي كنت فيها وعلى الأقل إلى الأيان حسب وعي وأن عمري يقترب من 38 سنة أني أنا عندي قدر كبير من الثقة أني كاتب جيد لكني ما عنديش نفس الثقة أني صنع أفلام جيد فإذا كان من الممكن أن أضيف أو أصنع تأثير من خلال الكتابة وده مجال مطلوب وفي حاجة إليه في السينما المصرية وفي السينما العربية فده أفضل بكتير من أن أنا أكون مجرد صنع أفلام آخر بيطمح أنه يعمل أي فيلم يلقى بعض النجاح وده كان قرار واعي تماما أن أنا أركز في الشيء اللي بحبه ويستمتع به حاجة ثانية هو أنه مع الوقت أنت تكتشف فيه نحن نكتب بشكل دوري أنا عندي ما يفوق الألف مقال ما نشور مساء وأنا عندي فجارة القاهرة أنا بكتب بقالي عشر سنين ومقال إسبوعي في الجريدة فغصبا عنك أنت أحيانا بتكبر على الكتابة مش دايما عندك فكرة براقة بس عندك معادة تسليم إسبوعي ملتزم به وأحيانا يومي زي ما كنا شهر اللي فات سوا في مهرجان كان أو كبير أنت بتبدأ تدرك أن في لذة ما عند بعض أوقات الكتابة مش دايما في كل أوقات الكتابة أحيانا أنت بتكتب بتقدي شغلتك وأحيانا وأنت بتكتب تحس أن في اللحظة دي المقال بيكتب نفسه أنت تحس أنك يعني مش عايزة بالغ بس في لحظات محدودة ومعدودة وممتعة جدا أنت بتقيش عشانها بتحس أن فيه إلهامة إن أنت مخططتش بشكل مسبق عادةً بتبقى أنت فيه تصور في ذهنك بيبدأ مينين وبيروح فين وأحيانا بتلاقي الألم أو الكيبورد بياخدك وتلاقي المسار ماشي وبتكتشف جواه أنت ليه حبيت الفيلم وأنت ليه محبيتش الفيلم أنا لسه كنت حاسألك عن هذا لأن كنت أقول لك كنت أعطيك أمثلة إنه مثلا الممثل تلاقيه بينتشي في اللحظة اللي مثلا بيؤدي فيها الدور مائمة أو المخرج بينتشي لما يشوف فريلم الكاتب بينتشي إمتى؟ هي دي اللحظات اللي فعلا بتصل فيها اللي هي تشعر أن هي فعلا إلهام وأنه إيدك بتجري على الورق من صغير ما أنت حاجز وأكتشفت كمان أنه في أغلب الحالات النتيجة بتكون جايدة أو أنت بتكون راضي عنها أنت بشكل أو بآخر بتكتب لنفسك يعني عادة أنت مين جمهورك أو مين قرء النقد القطاع الأكبر هو المشاهدين اللي بيتقوا فيه واللي عايزين يعرفوا منه هل حب الفيلم ده أو محبوش هل الفيلم ده جايد أو مش جايد ثانيا الفيلميكرز اللي بعضهم لازال مهتم بقراءة النقد وأنه يقود الإيجابيات والسلبيات ويصحح مصاره ويركز على الأمور الإيجابية ويحاول تبالي السلبيات لكن رأيي أنك بتكتشف مع الوقت أن التارجت أودينس الأساسي هو نفسك هو أنك لما بتكتب عن الفيلم بتعمق علاقة أكبر برده مرة حصل بيني وبين أستاذ محمد خان الله أرحمه المقرب الكبير وكان صديقي أو أزعم منه صديقي بيقول لي هو طبعا كان سني فيه الكبير وتفرج على كل شيء ومتابع لغاية آخر يوم في حياته بتفرج على أفلاء فبيقول لي شفت فيلم كذا فقلت له آه شفت وكتبت عنه قال لي هو أنا ليه لما أسأل نقد يقول لي شفت وكتبت عنه هل أنت يعني بتدي إيمال فيلم لما تكتب عنه يعني هو رد فعل طبعا رد فعل فيلميكر وعنده نزعة طفولية كده كانت جميلة فأنا فكرت في السؤال لأ يعني أنا مش بدي له إيمال ولا حاجة أبا السلام بيقول لك كتبت عنه معناه أن أنا شفته زائد يعني شفته ومش بس شفته أنا فكرت فيه وبزلت مجهود في التفكير واكتشفت أنه أنت الكتابة بتعمق علاقتك بالفيلم الكتابة بتفسر لك هو أنت ليه انطباعك الأول كان حب الفيلم أو كراهيته أو عدم حبه أو تحفظ عليه كل ده ممكن يبقى صافي في ذهنك وقدر تقدره منه أنت بتشاهد وأحياناً بيبقى ملتبس جداً ومحتاج أنك تقعد تفكر بينك وبين نفسك وتمسك ورقة أو قلم أو تقعد قدام الكمبيوتر وتفصص أنت ليه حبيت الفيلم ولذلك أنا أعتقد أنه ممكن يسحب على الجميع نطلب مننا أن نتكلم عن أفلام وبعد العرض وفي المهرجانات وكذا أنا بلاقي أن أفضل مرات اتكلمت فيه عن أفلام هي المرات اللي حصل كلام عن الفيلم بعد ما كتبت عنه مش شرط أكون لسه شايفه مش شرط أكون شفته من يومين من أسبوع شفته مرة شفته مرتين الفارق الحقيقي هو أن أنا كتبت عن الفيلم فأصبحت عندي علاقة خاصة بي أقدر أعبر عنها حتى شفاوياً دلوقتي لو أحد عايز يقرأ كتابات أحمد شوقي الآن في اليوم ده هيروح على هيروح على موقع في الفن بالأساس لأن جارت القاهرة جريدة مطبوعة إلى الآن ملهاش بوابة إلكترونية فموقع في الفن هو فيه معظم المقالات اللي علاقة كمان بالسينما المصرية والعربية وعلى صفحة The Film Observer على فيسبوك اللي هي فيها تجميع المقالات والكتبات وغير وكل حاجة خاصة بي وليها ظهير اللي هو The Film Observer برضو على يوتيوب اللي هو فيه مجموعة من 12 حوار مطولين كان في وقت الكوفيد بداية الكوفيد عملت سلسلة حوارات عبر انستجرام لايف وكانت بتحط بعدها على يوتيوب مع يوسري نصر الله مع أحمد المرسي مع هند صبري مع مجموعة من الفيلميكرز المهمين في مختلف التخصصات مدى تقبل العرب للنقد؟ أنا أعتقد أن كل صنع الأفلام بلا استثناء بيتقبلوا النقد بعد فترة من إنجاز الفيلم وأنه يعني حتى أنا بقيت متصالح بعدها جداً بعد ما يخلص تعلقهم الشخصية بالضبط أنه في بعض الأشخاص طبعاً عندهم من الواعي أنه بيتقبلوا وبيتفهموا وبيحاولوا يطوروا من نفسهم أو يتعاملوا مع حتى الأمر بأرياحية يعني لكن طبيعة الأمور أنه كل الفنانين في فترة كده اللي هي فور استطور العمل ولسه العلاقة بين الصنع وبين الفيلم تازجة ولسه بيأثر فيه وبيجرحه لما يلاقي رد فعل سلبي اللحظة دي تبقى دايماً حساسة جداً وإنت خلاص إنت لو بقيت نقد وعايز تتصدل الدور بتاع أنك تقول رأيك بحرية في الأفلام يجب أن تتقبل أنه في بعض الأحوال رأيك مش هيجب صنع الفيلم وقد يتسبب في جفوة ما لحظية لها علاقة بأنه مش دلوقتي طب إيه كب كذا هو لسه متحمس لسه خارج من قط المونتاج فمش قادر يتخيل إن فيه مشاكل في فيلمه لكن لما الوقت بيعدي ولما بتفوت سنة أو اثنين ولو أنت فعلاً كاتب رأيك صحيح ولو أنت فعلاً كاتب رأيك بصدق هو هتلاقي الموضوع بيتصلح تلقائياً وهتلاقي في أحيان كثيرة أصحاب الأفلام يجي ولك أنت كان معك حق في الموضوع الفلاني أو أنا بلغت في رد فعلي وكذا ومع الوقت أنت لما بتنمي اسمك وسمعتك ويبقى الناس بتطفق في رأيك ده كمان بيساعد يعني بيساعد أن أنت ليك اسمك وليك سابق خبراتك والناس بتطفق في رأيك فهو شيء كمان بديهي أنه أنت الرأي لما بيجي من شخص أنت واثق فيه بيكون له مشروعيته يعني هل في ردات فعل مبالغة؟ هل في ناس فعلاً زعلت من أحمد شوية عشان مقالة كتابها؟ أحياناً وأحياناً بس أنا أقول أن الأغلب اللي بيعمل كده بيبقوش يعني مخرجين كبار يعني بيبقو أولاً 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 شيء اللي بيمرسوم هل يقول تفاصيل عشان موضوع ما يتعرفش هم بيعملوا حاجة فهو راح قال لهم أنا بعمل دوكيومنتري عنكم وهو ناوي ياخد الماتيريال دي يطلحهم بصورة أن هم شياطين اللي بيظلموا الفقرة وبياخدوا من فشيء غير أخلاقي بالمرة فأنا كتبت أنه يعني مش من أخلاقيات المهنة أنك تخدع شخصياتك وأنه أحياناً في ناس مخرجين بيقرروا طوعية أنهم يخزفوا مواد شيقة جداً ومهمة جداً عشان بس خوفاً من أنه يتسبب ضرر مع الشخصية اللي هو التزم ناحيتها أخلاقياً فالمخرج قال لي راح كاتب لي أيام فيسبوك يعني وهو أنت كل اللي أنت شهته في الفيلم هو ده كونك راجل أخلاقي ده ما يفرقش معايا دم ما يأثرش فيها في حاجة وعمل بلوك فأنا وقتها كنت هو فيه فرق كبير أنا مش أخلاقي على الإطلاق بس فيه أخلاقيات المهنة هو أنا لو قلت لك لما تشتغل مع ناس اتفعلهم أجورهم أنا كنت أخلاقي؟ لا ده 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 مالوش علاقة فدي من الحاجات المخرج بالمناسبة يعني يعني ما أظنش نجلي تأجه التاني يعني هو أكب في المواحد وماذا يلي أظهر Ancient لكن بخلاف ذلك أنا يعني الحمد لله خلال الفترة الاحتراف دي يعني اليام 2009 للوقت يا 14 سنة كان من حظي أن أنا قربت العدد كبير من صناعة الأفلام المهمين عندي كتاب محاورات مع داود عبد السيد عندي كتاب محاورات مع يوسيل ناصر الله عندي سلسلة زي ما بقولك محاورات فيديو مع أكبر الأسماء في الصناعة كان عندي مشروعين مع محمد خان ومع وحيد حامد للأسف القدر يعني لم يمهلنا أن احنا نكملهم وكل الأشخاص دول وغيرهم كانوا منفتحين جدا على النقط ولما تشوف حد عنده تاريخ زي داود ولا زي يسري ولا زي خان ومع ذلك سامح لشخص بيصغره بتلاتين أربعين سنة أنه يقعد يقوله لأ أنت كنت غلطان في المكان الفلاني وأنت الفيلم ده مش على نفس مستوى أفلامك وأنا ما بحبش الحاجة الفلانية بتفهم أنه في قدر من الواعي عند المواهبين الكبار هل عادي تقدر ما تجاوب وتقدر من غير اسماء بس هل حاول أحد يدفعك لكتابة رأي إيجابي أو نقض إيجابي؟ أتوقع ممكن أحد يعني يعني أنا ما أعتقدش أن أحد ينفع يقولك اكتب رأي إيجابي بس في دايماً الناس بتدفعك للكتابة لأحياناً أنت من الرأفة بالأفلام أنك ما تكتبش عنها حلوة دي هعلقها دي أحياناً من الرأفة بالأفلام ده ضربيني وبين محمد خان الله يرحمه برضو فيه شهودة على الواقعة كنا في مهرجان اسكندرية وقال لي أنت بتقول لأن إحنا صحاب وكده صح قال لي طب أنا لو عملت فيلم وحش هتجملني والناس تفهمه وقال لي إيه يعني كلمة قلت له بص أنت أخرك معي في المجاملة أن أنا مكتبش عن الفيلم لكن مش هتعمل فيلم وحش وهكتب عنه حلم فبصري كده قال لي أنا أصلاً ما بعملش أفلام وحش يا عيني وفعلاً أنت تختار أحياناً أنك ما تكتب عن فيلم صحيح وأحياناً أنت لأي أشخاص مثلاً عملين طب أنت مكتبش عن الفيلم طب أنت كذا طب أنت شفت الفيلم طب قل لي رأيك وأنت بتبقى يعني خلص أقول لك رأيي بيني وبينك وليس لسه أقول لك هل ممكن تقول له رأيك بشكل شخصي طبعاً طبعاً ويعني أنا الحمد لله يعني ناس كتير يتفق فيها أنا أتوارطع في ناس ترسل لك سكريبتات قبل قبل هذا يعني في أفلام بتعمل كونسولتنسي وسكريبت داكترين جبل هذا وعلى مستوى مؤسسي يعني أنا اشتغلت عشر سنين في المكتينك كنت أنا المسؤول عن اختيار الأفلام والمشروعات الشركة بتعملها كنت مستشار لعدد كبير من الشركات المهمة في المنطقة يعني طيب وبسألك سؤال وبرضو احتاج صراحة صراحة يعني شديدة ايه رأيك بغض النظر عن المكان اللي انت فيه في موجة الكتاب والمراجعين والنقاد اللي موجودين على السوشيل ميديا سواء كان على اليوتيوب أو على انستجرام من محبي وعشاق السينما يعني الحركة العربية حالياً أنا مشاهد يعني أنا بتفرج بكثافة على أي حاجة ولما حاجة بتعجبني بخليها عندي يعني أنا عندي أرشيفي الشخصي من كتير من الفيديوهات اللي بتتعمل وأحياناً يعني بحسد بعض الأشخاص لأن أنا لازلت من الجيل اللي شايف أن أنا بعرف عبر عن نفسي بالكتابة الأفضل من الحديث وأفضل أن أنا أكتب عن فيلم أكتر من أنا أعمل عنه فيديو وإن كان طبعاً بشوف الفروق أنت الأقصى مقالة وأرى وأرى مئات بتبقى أنت محظوظ في حين الفيديوهات بيشوفها عشرات ومئات الألاف وأحياناً ملايين ورأيي أنه الفيديوهات أو الفيديوهات عموماً هي وسيط ما تقدرش تحكم بجودته أو ردقته يعني زي ما تكون بتقول الكتابة حلوة ولا وحشة الأفلام حلوة ولا وحشة هو دي أداة في البعض بيستخدموها في صناعة محتوى جيد جداً وفي البعض بيستخدموها في صناعة محتوى رديد دا جوابك دبلوماسي أنا بسألك عن الموجودين دلوقتي عن الموجودين دلوقتي أنا من جمهور سينماتولوجي يا سلام أنا دايماً بقول له أنت الوحيد فينا اللي رفع رأسنا في المحتوى العربي لأنه بيتفرج عربي كتير وبيتكلم عنه بالضبط بالضبط هو أصلاً في الأغلب كل شغله عن السينما المصرية وأنا شفت سينماتولوجي من أول حلقة وقت ما عمل أول حلقة كانت عن يوسف شهين وعن تكوين الكاثر في سينما يوسف شهين وقلت هو دا لو إحنا بنتكلم على فيديو إستيز هو دي الفيديو إستيز أنك تستخدم وسيطة الفيديو بأنك تحكي حاجات من المستحيل لأنك تعملها على الورق والأسف طبعاً الآن بسبب الحقوق وأن الشركات العربية مش قادرة تفهم يعني إين حد بيعمل مراجعة تفيد فيلمك وتخلي الناس تحبه هو راجل حتى الراجل أبو إسلمان محمد أبو إسلمان اللي هو سينماتولوجي مش بيقول الحاجة سلبية هو توجه القناة اسمه كل ما هو جميل في السينما المصرية فهو أصلاً لا ينتقد وكل اللي بيتكلم عنه وبيحبه بس أفدوله فيديوهات أكتر من مرة وانتهى بالأمر أنه بيعمل بودكاست لأن هي الأضمن أنه ما يتعرضش السترايكس ويتأفلوا المحتوى فأنا من جمهور سينماتولوجي أنا من جمهور المراجعة النهائية اللي هو مش دايماً اللي يلقى بالسينما هو أحياناً اللي يلقى بحاجات كتير بس هو عنده وجهة نظر وعنده بيكلم عن المسلم أحياناً وبيستعرض سيارهم الناتية وعنده جهد في أنه هو المحصلة تانية أو يعني نقطة التقييم عندي هل ده ينفع يكتب؟ هل هو مجرد مقال بيتقلبل شفاوياً؟ ولا هو بيستغل الوسيط ده في أنه يعمل حاجة مختلفة؟ زي ما دلوقتي أنا بفكر جداً أنا لقصة قريب كنت بشوف كتابه وكانش للاقة بالسينما يعني كان كتاب كراوي عن فساد الفيفا بس عجبتني جداً فكرة أنه تدخل كيو أر كود جوه لتكست بتاعك فأنت وهو بيتكلم عن مباراة بعينها ممكن تعمل سكان الكيو أر كود فتفرج على الجول اللي هو بيتكلم عليه فتقدر تربط الموضوع بصرياً يا ما شاء الله يعني غزارة في الانتاج يمكن يعني شيء يحترم أن هو عارف يعني يديش أغلته هو هو الوحيد اللي يديش أغلته هو بيكسب من وراه حتى إحنا نقاط إحنا مش بنعيش بالنقضة لأننا أشغال أخرى بتدور حواليه لكن هو محمود عارف يقيش من ده وده شيء يذكر له ولكن أنا بنائم ما بين الحاجات الكتير اللي بيعملها الحاجات الخصيني يعني اللي حب أتفرج عليها فيه اسمه إيه سعودي؟ ماهر موسلي؟ موسلي جميل جميل كمان جميل من الناس اللي عندهم وجهت نظر واللي عندهم أه ثقافة عامة هو كمان إيه إيه اللي بيميز مراجعة فيلم أو ريفيو أوفيلم نقضة فيلم الكتلسيزم يعني نقضة الفيلم عن إيه اللي بيخلي حد مميز و حد مش مميز إنك تشعر إن علاقته بالفيلم ده ما بدأتش وانتهد عن الفيلم إنه عنده غزارة في ثقافته السينمائية بشكل عام متفرج على أفلام يعرف فيه ربط داب غير ويعرف في الحياة في التاريخ وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الرياضة فيقدر يحط الفيلم جوه سياق أكبر من حجمه فأنا بحب النوع ده من الماتيريال سواء مكتوب أو مرئي أو مسموع أو أي حاجة إنه يدخلني عالم تاني يحسسني إن الشخص ده ما تعملش مع الفيلم باعتباره قصة موضتها ساعة ونص أو ساعتين وأنا بحلل وقد كان المنتاج رائعا وأبدع البراء في دور الفلاني لا إنه بيربطه لي بما هو أكبر وبيفتح لي باب للتفكير وممكن أبدأ أقرح أشياء تانية أتفرج على أفلام أخرى بس من وراء المقال أو الفيديو اللي اتفرجت عليه جميل إحنا أبغى أختم معاك طبعا الحديث لا يمله فعلا نفسي الفيديو ده يطول ونعمل منه حلقات بس إن شاء الله في جدة لما تجيني في الستوديو بإذن الله تشرب قهوتك في الستوديو بس دلوقتي عاوز أختم معاك بكلمة اللي مهتمين بالكتابة فيه ناس كتير أنا بتتبعني مهتمين بالمقال بشكل عام وفيه ناس كتير بأدفعهم للاهتمام بالكتابة والاهتمام بالكتابة النقدية خصوصا لأنه أنا من رأيي كل صانع حتى اللي عاوز يصنع عاوز يخرج واللي عاوز يكتب سكريبتات لازم يكون عنده جواء ناقد ومحلل يعرف يفهم يقرأ لأنه السينما لغة إذا تعرف تقرأها حتعرف تتكلمها فنصيحتك للناس اللي عندها شغف في الكتابة إزاي تطور نفسها كتابيا إزاي تجد روحها حتى مهنيا ناصحتي سواء اللي بيكتب أو اللي بيخرج أو اللي بيمثل أو اللي بيعمل كل حاجة أنه يجب يدرك بشكل كبير أن فكرة الموهبة هي أفضل أو الموهبة أو الإلهام أو الشيء القدري طبعاً في بعض الأشخاص موقفين أكتر من غيرهم في بعض الأشخاص عندهم قدرة أنهم يعملوا حاجة أكتر من غيرهم ولكن على المستوى التراكمي وعلى مستوى تكوين صوت وأنك يكون لك بصمة سواء ككاتب أو كمخرج أو كممثل أو غيره الدأب هو الموضوع نوادر في تاريخ العالم اللي عملوا فيلم واحد أو رواية واحدة أو كذا ودخلوا بيه التاريخ لكن أغلب اللي دخلوا التاريخ هم تعبوا وعملوا حاجات هم مش راضين عنها وجربوا واشتغلوا تاني وكذا وأغلب صناعة أفلام الكبار هتلاقي أشهر فيلم ليهم وثالث أو رابع فيلم نادراً ما بيبقى يعني إلي الساسناءات بقى إمير كورسوريسا ولا بول توماس أندرسون اللي هو النوابغ اللي عنده 17-18-20 سنة بيقبره لكن عادة الفنانين والكتاب بتبرز نجوميتهم في عمر تلاتينات وبعد ما يكون عنده تجربة حياتية عاشها وبعد ما يكون جرب مرة واثنين وتلاتة ولذلك نصحتي لأي حد عايز يشتغل في أي حاجة ليه علاقة بالسينما إنه يتفرج على أفلام باستمرار حاول تتفرج على فيلم كل يوم يقرأ باستمرار مش بس في السينما ولكن في الأدب وفي التاريخ وفي كل حاجة وفي المعمار وفي الموسيقى ويكتب لو أنت عايز تكتب ما فيش حاجة هتعلمك الكتابة قد الكتابة ما تقعدش يتبني الموضوع في خيالتك ما فيش ناقد كبير بيكتب مقال واحد في السنة اللي بيكتب مقال واحد في السنة قد يكون عنده مهنة تانية ويكتب من حين لآخر بشكل هاوي لكن عايز تكون ناقد عايز تكون باحث عايز تكون محلل اكتب مش هقولك كل يوم بس يسيدي كل أسبوع خلي عندك كل أسبوع مادة بتكتبها والمادة دي ممكن أحيانا تبقى مهمة أحيانا مش مهمة أحيانا تبقى سلسة في الكتابة أحيانا لا ولكن نجيب محفوظ وهو نجيب محفوظ كان عنده ساعات كتابة كل يوم السلام شكرا جزيلا لك على وقتك شكرا براء وكمان نشكر المهرجان أنه مهرجان ليه طبع خاص حميمي جدا بيحقق غرضه سواء في مقابلة صناعة الأفلام السعودين لنفسهم لبعضهم البعض يعني أو فتحهم على خبرات جاية من خارج المملكة فيعني هو كمان على الطريق الصحيح زي ما فيه كتير حاجات في السعودية على الطريق الصحيح الحمد لله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم عزيزة المشاهدين على حسن المتابعة نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية مع ضيوف آخرين سبسكرايب لو عجبكم الفيديو لايك ودعي منكم بكتة أصبح أن أنت الكتابة اللي تكتبها كهواية ممكن تدخلك داخل لتعيش منه دي كتلاحظة استفاقه زي ما بيقوله يعني حاجة على لا يفكرة